بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ابنائي وابناتي طالبة الدبلوم السنة والفن الصناعي تخصص الحاسبات اهلا وسهلا بكم في بناكهم في بيتنا مدرسة هنكمل ان شاء الله النهاردة اللي خدناه قبل كده هو برنامج الجافة نفتكر مع بعض احنا خدنا ايه اخر مرة في برنامج الجافة نفتكر احنا قلنا الجافة بنستخدمها علشان بتعملني برامج كبيرة اوي وتعرف تحولها لنظام تشغيل زغير زي الام بي سي سري وانا لغة الجافة احنا اخدناها وطورناها عن لغة السي بلاس بلاس لان كان في قبليها لغة السي بلاس بلاس واللغتين نفس الاستخدام مع الفرق ان لغة الجافة بنستخدمها في نظم التشغيل الكبيرة اوي عشان نقدر نتحكم فيها. ليه? عشان فيها مكتبة كبيرة جدا اكبر من المكتبة الموجودة في لغة السي بلاس بلاس. والحاجة التانية كمان ان لغة الجافة بستخدمها في عملية النت وفي اله تي ام ال. هل لغة الجافة فيها معاملات فيها متغيرات فيها حروف ايوة. زي ما قلنا قبل كده ان لغة الجافة فيها ثوابت وفيها متغيرات. الثوابت عندي فيها نوعين ثوابت حرفية وسوابت عددية. الثوابت حرفية اما اكتب اي جملة اي كلمة احمد جمال علي. هل بتكتب في الثوابت العادية كده? لا طبعا. لازم اكتب اي جملة او اي كتابة او اي جملة او اي مسافة فاضية ما بين علامتين تنصيص. يبقى الثوابت الحرفية بتكتب اي كلمة ما بين علامتين تنصيص. اما الثوابت العددية فعندي منها نوعين ثابت عددي وده بيكون رقم صحيح. يعني رقم صحيح? رقم صحيح هو الرقم اللي مفهوش اي علامة عشرية. اما اقول الخمسة. ده رقم صحيح. اللي هو بالرمز بالرمز انتجر. ستة رقم صحيح. المية رقم صحيح. مية واثنين من عشرة? لا. ده مش رقم صحيح. اللهم امال ده ايه? يبقى الثابت العدد الصحيح او العدد او الرقم اللي مفهوش اي علامة عشرية. يعني في رقم في علامة عشرية ايوة. ده السابت الحقيقي. يبقى الثابت الحقيقي هو الرقم او العدد اللي فيه علامة عشرية. انا باكد وبقول هو الرقم او العدد. اش ما من الرقم او العدد? لان الرقم زي ما هنعرفين هو الرقم او المقدار الذي يتكون من خانة واحدة فقط. يعني ما اقول صف ده رقم. ممكن انها لي عدد. اللي اتنين رقم. ممكن انها العدد. الله. ما للعشرة? لا. العشرة ما فعش لها رقم. ليه ما هو يقدرش ولها رقم? لان العشرة دي بتتكون من كم خانة? من خانتين. يبقى الرقم هو المقدار الذي يتكون من خانة واحدة فقط. يعني من صفر الى تسعة. ده بالعدد هو المقدار الذي يتكون من خانة واحدة او اقصر. يبقى اخد بالي بقى. اما جاقول السوابط المتغير السابت اللي يكون حقيقي. اما جاقول ستة отنين من عشرة. ده رقم كمته ستة وتنين من عشرة. اما اقول مية واربعة من عشرة ده عدد كنتو كام مية واربعة من عشرة يبقى السوابت نوعين. ثوابت صحيحة اللي هي مفيه اعلامة عشرية. وثوابت حقيقية اللي يكون فيها اعلامة عشرية. تبديق انواع السوابت. هل في متغيرات? طبعا. في متغيرات. وبرضو نفس الكلام. اذا كانت ثوابت عندي نوعين. ثوابت حرفية. ثوابت على دية او رقمية. برضو المتغيرات عندي نوعين. متغيرات حرفية ومتغيرات رقمية او عددية الفرق ان الرقم لازم يكون لي متغير او لازم يكون بعرفه بمتغير فاما جا اقول ان الاحمد او جمال او علي او اي اسم بنعم تنصيص ده لازم يكون لي معرف اللي هو المعرف الحرفي وده بيكون بعلامة اتشير سي اتش اي ار زي ما اخدناها قبل كده عشان نعرف يبقى اما قولت شير اعرف ان انا هكتب رقم حرفي او متغير حرفي طيب في الارقام الصحيحة او السوابة الصحيحة اللي هي الرقم مبدون علامة عشرية بحط معاه متغير صحيح ايه المتغير الصحيح اللي عندي او ايه المعرف الصحيح اللي عندي ومعرف الانت يبقى انت معناها متغير صحيح يبقى الرقم اللي هيجي مع المتغير انت هو رقم بدون علامة عشرية زي ما اقول انت سي تب سي بتسوي كم خمسة ستة مية متين تلتمية المهم اي رقم او عدد مفهوش علامة عشرية طيب ده الانت. طب هل في متغير متغير اللي هو متغير حرفي? قلنا نجد المتغير اللي هو لازم اعرفه بكلمة ريال او فلوت. وده متغير حقيقي يعني بيكون في علامة عشرية. يبقى الانت متغير صحيح بدون علامة عشرية. انما الفلوت او الريال ده متغير حقيقي يعني عدد او رقم بدون في علامة عشرية. زي ما اقول مثلا فلوت للايه? اللي بي سوى كم? ستة اربعة من عشر. خمسة واتنين من عشر. تمانية وتسعة من عشر. يبقى. اللي احنا قلنا دلوقتي ان انا عندي نوعين من ثوابت حرفية ورقمية. وعنده نوعين من متغيرات. متغير حرفي ومتغير رقمي. والرقم نوعين صحيح وحقيقي. نبدأ نكمل. نبدأ ناخد برنامج النهاردة. الشكل العام نفتكر مع بعض. الشكل العام لبرنامج الجافة كان ايه? نفتكر. هذا الشكل العام لبرنامج الجافة. مبارة عن import جافة swing option بين. وقلنا قبل كده ان كلمة import جافة يعني انا بس بس بعمل استراض لبرنامج الجافة. جي option بين. ودي المكتبة كبيرة قوي بتاعة برنامج الجافة. public class bbb public class ده اللي بحط فيها اسم البرنامج. واتفقنا قبل كده ان كلمة bbb ده اسم البرنامج. يمكن اتغير. سمي اي اسم? سميه سميه اس اللي انت عايزه. يبقى اسم البرنامج. يبقى الاول بكتب انبورت جافا. سوينج جي اوبشن بين. ودي المكتبة الكبيرة بتاعت الجافا. بابليك كلاس اسم البرنامج. ادم عملت اسم البرنامج لازم افتح قوس. يبقى عندي هنا ده القوس بتاعت كتابة البرنامج. وبعد كده عندي بابليك استاتيك فويد مين. ودي الدرة الرئاسية اللي ببدأ اشتغل بيها اي برنامج. دي سوابت اي برنامج جافا. يبقى انبورت جافا سوينج جي اوبشن بين. بابليك كلاس بي ودي اسم البرنامج. افتح القوس بتاع اسم البرنامج. وبعدين بكتب الدلة الرئاسية اللي بابليك استاتيك فويد مين. وهنا بكتب الدلة الرئاسية. وبرضه بما اني بتكلم عن الدلة الرئاسية. لازم يكون بعدها القوس بداية الدلة. بعدين اي امر يبكتب جملة اخراج كتابة برنامج كامل. كل يبكتب في السطر مع بعد. القوس بتاع بابليك استاتيك فويد مين. وانا كابين هنا سطر نتعرف برضو البرنامج جي اوبشن بين شو مازيج ديالوج وقلنا كلمة جي اوبشن بين شو مازيج ديالوج يعني انا هطلع الخارج في صورة ديالوج في صورة صندوق حواري طب هيكتب فين الخارج بتاعي كلمة نل بتقولي انك هتكتب الخارج بتاعك في منتصف الديالوج او في منتصف المربع الحواري وبعد كده بيمكني فتحت قوس للبابل الكلاس او للفئة او لاسم البرنامج لازم يتقفل لو السطر رقم سبعة السطر التمانية ده بنقفل بتاع البرنامج اللي عملناه اللي هو في الدالة الرأسية. يبقى انا عندي في شكل عام برنامج الجافة تامن خطوات سابتين نقولهم تانا على السريعة لما وضوح قدامنا كده امبورد جافة اكس يجي اوبشن بين ودي المكتبة العامة بتاع البرنامج الجافة. بعدين عندي اسم البرنامج لازم بيبدأ بجملة وبعدين القوس بتاع وبتاع اسم البرنامج. وبعدين بابدأ اقول لانا عندي ضررة اسمية اسمها مين? فبتكتب وبعد كده نفتح قوس بتاع او الدالة الرئاسية. بعد نكتب البرنامج زي ما يكون انا قدام جملة صغيرة هنا ده جملة اخراج مشاكتر من كده. نفهمها. جي اوبشن بين رصات رقم ستة. جي اوبشن بين شو ما زي تجيالوج? وانا شو ما زي تجيالوج ده صندوق حواري هيكتب في خارج البرنامج. وكلمة نل يعني في منتصف المنبع الحواري. وكاتبين كوملة هلو ايجبت. وبعد كده بنقفل قوس رقم سبعة اللي هو ابتاع رقم تلاتة. وقوس رقم تمانية اللي هو ابتاع رقم خمسة. نبدأ نشتعلها الاول برنامج عندنا. احنا عوزين نكتب برنامج بنقول مسلا هقولك اسمك ايه? هتقول لي اسمه احمد. اسمك محمد. هقول لك حاضر. اسمك محمد هقول لك محمد مرحبا. يبقى نعمل برنامج اسألك على اسمك الاول. وبعدين اقول لك مرحبا في اسمك. ونبدأ نبص على البرنامج بتاعنا. اول برنامج المطلوب. كتابة برنامج لترحيب بشخص ما اي شخص. محمد دعاء علي جمال اي شخص. في ايه المطلوب منك? بكتب اسمك الاول. هاختار اقول لك هاتلي اسمك ايه? وبعين اقول لك مرحبا باسم السيادة تكتبها. نبدأ البرنامج نبص على ما بعض على البرنامج. اول سطر بيقول لي. اتفقنا ان السطر ده من ضمن السباب بتاعت البرنامج. ودي المكتبة الكبيرة اوي 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 بتاعت البرنامج. بعد كده. بكتب اسم البرنامج بابليك اسم البرنامج بي بي بي. وان اسم البرنامج بيتغير. اغيره زي ما انت عايز. وبعدين نفتح الكوز بتاع بتاع او بتاع اسم البرنامج. السطط لقم اربعة. وده سطر صابت من سوابة لغت الاجافة بتاعتنا. وبابلك سطواتيك فويد مين Weilis ودي اللي هي الدلة الرئاسية بتاعتنا. وبعدين بنفتح الكوز بتاع الدلة الرئاسية. نبدأ البرنامج بتاعنا. البرنامج بتاعنا بيبدأ بالسطر رقم ستة. كاتبين ايه? سرينج كيو. يبقى انا هاختار اسمك بمتغير اهو متغير اهو متغير حرفي اسم كيو. عدم قول ان انا عندي سابة حرف كيو اللي هو اسم حضرتك اسم الطالب او الطالبة اللي هنتكلم عليه. يبقى لازم نعرفه ان انت عارف عندي فين كلمة يتشير اللي معناها حرفي او سرينج معناها جملة. فعشكي لازم عرفنا فقلنا سرينج كيو. يبقى انا بقول ان المتغير كيو ده متغير حرفي ويكتب في جملة فعرفناها بكلمة السرينج. السطر سبعة. هبدأ اقول كيو ده عبارة عن ايه? الكيو جيوبشن بين شو يعني دخل مربع حواري. هقول لك اسمك ايه? هقول لك اهو. يعني اكتب اسمك. يبقى تاني. السطر رقم ستة انا عرفت اهو بداية البرنامج بتاعي. عرفت الكيو. قلت الكيو دي متغير حرفي. عرفته بانه جملة عبارة عن سرينج. فالسرينج كيو. طب ايه هي كيو? كيو هي اسمك. سطر رقم سبعة كيو. بتساوي جيوبشن بين شو مربع حواري للدخل. هكتب في ايه? هقول له انتريور نيم. هسألك. انت اسمك ايه? انتريور نيم يعني دخل اسمك. سطر تمانية. هقول لك بعد كده بقى مرحبا بيك. اسمك احمد. هقول لك ولقم احمد. اسمك محمد. هقول لك ولقم محمد. اسمك دعاء. هقول لك ولقم دعاء. فالسطر رقم تمانية بيقول لي جيوبشن بين شو ميسيج دا يا لج. هيدا مربع حواري. هطلع في الخارج. وقلنا كلمة نال معناه مربع الحواري بقى في منتصف الصفحة. ولقم لمين? مرحبا نهو بمين? بكيو. تم مين هي كيو? اللي هي مين? اللي هي اسمك. يبا هنا لو جدت الصبر سبعة اطلع على الخارج اقول لك تقول لي دعاء زي ما هناخد كمان شوية. هقول لك تحت مين? دعاء. تسعة افلت البرنامج. كوس الاولاني بتاع رقم تلاتة. وعشرة افلت الكوس رقم خمسة. طب نبص كده خارج البرنامج اول حاجة قابلتني اوه. انا قلت رقم سبعة مين? هتبص كده للشكل الخارج بتاعنا مكتوب انتريور نيم. واحنا قلنا ان مثلا الطالبة او اللي بتكلمها اسمها دعاء. طب ده السطر رقم سبعة. او ده اجابة السطر رقم سبعة. الله. كما السطر رقم تمانية بيقول لي ايه? السطر رقم تمانية بيقول لي ولقم لمين? للي انت كتبتها فوق. ليه مين? دعاء. نبص كده مع بعض. هتلاقي ايه? ولقم دعاء. يبقى برنامج ده برنامج بيعمل عملية بترحيب باي اسم. اكتب هلو ييجي بتي مسلا. اكتب محمد. اه مرحبا جمال. اي حاجة. فاللي همين انا في البرنامج ان انا اعرف ازاي شكل? ازاي ادخل الاسم? باي شكل عام? وازاي ارحب بيك? بسرعة البرنامج تاني. سطر واحد. وده الدلال الرقاصية بتاعت البرنامج. اتنين. وده اسم البرنامج. تلاتة القوز بتاع البابل القلاس. بعد كده اربعة دلال الرقاصية بتاعتنا. خمسة القوز بتاع الدلال الرقاصية. وبعدين بعرف المتغير الحرفي وهنا متغير في جملة. لان انا بكتب جملة وبكتب حروف مع بعض. فعرفتم بالتعريف والسرينج او بتاخد ستاشر حرف اه ستاشر خانة. بتاخد اكتر من ستاشر خانة. وبعدين سبعة. جي اوبشن بين شو. انبوت ديالوج. دخل الاسم بتاعك. ده انا بقول لك دخل لك كلمة او جملة انتريور نيم. وبعدين جي اوبشن بين مسيج ديالوج نال ولكم. ونكتب اسمك. زي موجود في الخارج كده انتريور نيم. فقلنا اسمك دعاء. وبعدين بقول لك ولكم دعاء. ده كان اول برنامج عندنا. وعرفنا به ازاي ارحب باي شخص او باي طالب او باي طالبة. الحاجة التانية اللي بعد كده عندي. وده ده نوع مهم جدا. اللي هي جمل الاختيار. يعني جمل الاختيار? جمل الاختيار او جمل المقارنة. اللي هي ايه بقى? اما اجا اقول مسلا احمد اكبر من علي. خمسة اكبر من تلاتة. ستة اصغر من اربعة. مين يقول كده? لازم بحط هنا جملة اختيار او حسابة بنسميها جملة المقارنة. هل انا عندي كزا جملة للمقارنة? اه عندي كزا جملة للمقارنة. بنسميها جلمة الشرط او جملة الاختيار او جملة المقارنة. عندي اول قاعدة عندي وهي قاعدة اف. ليه جلمة الشرط اف انا عنده في جمل للاختيار. هم هم نوعين جمل. لما الاف لما دي لها استخدام ودي لها استخدام. اول حاجة عندنا جملة الشرط الاف نبص على الصيغة العامة بتاعتها ودي لها صيغتين من الصيغة واحدة. الصيغة الاولى هنقول اف بنقصين الشرط اللي انا عايزه. ايه هو الشرط اللي انا عايزه? احمد اكبر من علي. جمال اكبر من محمد. الخمسة قال من الست. الطالب درجته قال لي من خمسين. يبقى ناجح ولا صائد. يبقى هنا اف بحط بين قصين بحط الشرط وناخد بالنا كويس قوي. بعد قصين بتاع اف مفيش فصلة منقوط. احنا متفقين. اي سطر بتكتب في لغة الجافة لازم ينتهل فصلة منقوطة. فيما عدا الجمل بتاعتنا بتاعت لغة الجافة. اول جملة بتقابلني جملة اف هنا. جملة اف هنا بين قصين الشرط. بعد قصين مفيش فصلة منقوطة. هم الفي ايه? في القوس بتاع جملة الاف. عشان اخد بالنا يبقى عندي اف بين قصين او الشرط بتاعي. بفتح قوس. هكتب جملة هنا. انا كاتب ست من تون. يعني جملة رقم واحد. ست من تون. جملة رقم اتنين. ست من تلاتة اربعة خمسة ما انت عايز. يبقى هنا ناخد بالنا كويس قوي قوي. ان ما بعد الشرط اف ده الجملة الصحيحة. يعني من اجا اقول اف احمد اكبر من محمد. بعدها على طول اه صح احنا اكبر من محمد. ابدأ اشتعل على احمد. ابدأ اقول ان احمد هو الكبير. يبقى السطر التالي مباشرة ان ما بينكم سنة المجموعة ده بعد قاعدة اف ده السطر بتاع الصواب او بتاع الجملة الصحيحة. يبقى اف اكسبريشن. ده الشرط بعدها دي اول صيغة لصيغة اف. الصيغة التانية صيغة اف. وهي ازا حقق الشرط هنخش على شرط جديد. او هنخش على جملة جديدة. ايه ده? يعني اف كده فيها صيغتين. قلنا الصيغة الاولانية اف بعدها الشرط وبعدين الجملة الصحيحة على طول. ما عنديش جملة خطأ. يعني لامة خمسة اكبر من تلاتة صح تبقى خمسة هي كبيرة غلط خلاص تبقى هي الغلط وما عنديش مشكلة خلاص برنامج يخلص. لامة اقول لا. خمسة اكبر من ثلاثة. لو صح اجمع مصر عن خمسة زياد عشر تبقى خمسة. طب لو غلط. اطرح ثلاثة مقصة اتنين. يبقى انا كده عملت كم جملة? عملت جملتين. عملت جملة في الصواب وعملت جملة في الخطأ. فاما اقول جملة في الصواب فبدأ بقى الشرط الاو صحيح. لو قلت جملة في الخطأ يبقى ده الخطأ. افرق بينهم ازاي? بفرق بينهم بكلمة يبقى معنا الكلام تاني نقول تاني مع بعض. الصيغة التانية اللي هو الشرط بتاعنا. ازا اتحقق الشرط يعني ازا كان الشرط ده صحيح. باخد الجملة سيتمانة وان سيتمانة و سيتمانة تلاتة. اي جملة تعجبني? البرنامج الصحيح ونعاية. طب لا والكلام ده غلط. يبقى لازم اكتب كلمة الس. بقى افتح قص المجموعة بتاع الس. واكتب الجملة الخطأ كلها واقفل قص الس. ايه ده? يعني ممكن اكتب. مسلا لو عندي مقارنة ما بين اي وبي وسي. هعمل مقارنة اف ايه اكبر من بي? عندي حكتين. لو الكلام صح هكتب خلاص ايه يا الكبير? تب لو الكلام غلط. ايوه انفكر مع بعض. لو الكلام غلط يبقى انا عندي مقارنة تاني. ما بين مين بقى? ما بين البي وما بين السي. انا بقى مقارنة بين مين? ما بين ايه? وبي وسي. الشرط الاولاني عملت اف ايه اكبر من بي? لو تلا صح ايه هي الكبيرة? لو تلا غلط تبقى مين الكبيرة? بي هي الكبيرة. يبقى ازم اعمل مقارنة مع مين تاني? لسه في عنصر تالت بتاعنا. اللي هو مين? اللي هو السي. يبقى اعمل عنصر التالت اللي هو السي. يبقى اعمل مقارنة ما بين. لو ايه هي الكبيرة? اعمل مقارنة اف ايه اكبر من سي. لو صح تبقى ايه يا كبيرة? لو غلط تبقى سيه يا كبيرة. الله. طب لو الشرط من الاول ما تحققش اف ايه اكبر من بي تلا غلط. هاعمل ايه? هاعمل ايه? اف مين بي اكبر من سي. مقارنة بين بي وبالسي بقى. لو البي صح هي الصحيحة خلاص هيطلع على البرنامج وقوله البي هي كبيرة. لو تلا غلط يبقى السيه يا كبير. في الحالة دي انا ما استخدمتش اف مرة واحدة. لانا استخدمتها كم مرة? تلاتة. نقول نراجعوا مع بعض تاني. قلنا عندي تلات رموز. الا والبي والسي. اف ايه اكبر من بي? عندي صح اما خطأ. لو صح تبقى كبيرة ايه? هقارن ما بين ايه والسي. قدر مقارنة تانية. هقول ايه اقول ايه اف عطول بعدها ايه اكبر من سي. صح? ايه الكبير? غلط تبقى السيه كبير. طيب لو كلام ده غلط يبقى في كلمة الس. اف هتقول لي ايه? الس هتقول لي ايه? اف بي. اللي يبقى اكبر من ايه? اكبر من السي. لو صح يبقى كبيرة بي. لو غلط يبقى كبيرة هي السي. يبقى عندي صغتين للمقارنة. المقارنة الاولانية اللي الاف العادية خالص ودي ببيع ديها الصواب فقط لغير. الخطأ بتاعها بنهي البرنامج او بخلصه. لاما الصغة التانية بتاعتنا احنا اللي هي فيها جملة اف وجملة الس. الس دي معناها اخر يعني في حل اخر او في حل واحد اخر حل اتنين اخر حل ثلاثة اخر. يبقى الاف الاولانية. لو صواب بنزل للسطر اللي على طول التالي لجملة لجملة اف. لو خطأ انا عندي شغلة تانية هعمله على الخطأ. هعمل ايه? فبكتب كلمة اس. الف. وبعدها اكتب الخطأ هعمل في ايه? زي ما قلنا لو قرنبا من ايه والبي والسي. قلنا اف ايه اكبر من بي. يبقى ايه هي كبيرة? هعمل اف التانية كمان في السطر التانية عطول عشان ده الصح. اقول اف ايه اكبر من سي. لو صح ايه هي كبيرة? لو غلط بقى سي هي كبيرة. لاما هكتب جملة الس واقول من الكبير كده? يبقى البي بقى الكبيرة. اقول مين? الس بي اكبر من السي. لو صح هيكتب لي بي. لو غلط هيكتب لي السي. هل الاف بقى ليها مقارنة باشكال محددة? ليها عميات حسبية محددة? اه ودي اخدناها المرة اللي فاتت. هنرجع تاني مع بعض كده. انا اعمل لك موضح لك في الجدول اهو. ايه هي الرموز اللي ممكن نستخدمها في جملة اف. كاتب لك ايه? يهمك قوي العمود التاني من ناحية اليمين. اللي هو بيقول شكل العمليات فيه لغة الجافة. ومسال على الشرط. اللي هو العمود رقم التلاتة. نبص كده. لو انا بقول يساوي. ناخد بالنا يساوي في اللغة العادية. في لغة الجافة جنب بعض اتنين يساوي. يعني لو في شكل العمليات في لغة الجافة يساوي. مثالها في الجافة الضبط اتنين يساوي. اكس. هل تساوي واي? يعني اكس تساوي تساوي واي. يبقى ده مين? في حالة بعمل مقارنة تساوي. طيب لو مقارنة لا تساوي. لا تساوي. في شكل العمليات في لغة الجافة بحط علامة تعجب وجنبها يساوي. قلنا قبل كده ان علامة تعجب معناها لا. او معناها النف او معناها العكس. فمحط نفي جنب يساوي معناها لا تساوي. يبقى يساوي بحط نين يساوي جنب بعض. يعني معناها يساوي. يبقى الشرط ده هل خمسة تساوي خمسة? هل خمسة تساوي اربعة? بحط علامتين يساوي. طب هل خمسة لا تساوي اربعة? بحط علامة التعجب وجنبها علامة يساوي. السطر التالت بيقول لي اكبر من. اكبر من وده العامل العادية خلص بتاعتنا بتاعت اللغة الحسابية الرياضية بتاعتنا اكبر من هي اكبر من زي موجود في الجدول. واصغر من هي اصغر من زي عادية خلص في لغة الحسابية law ترياضة. زيها موجودة في لب الجدول. السطر الخامس بيقول لي اكبر من او يساوي. وده اما كون بعمل مقارنة خامسة اكبر من او تساوي خمسة. ايه اكبر من او تساوي ستة? يبقى دي بعمل ايه? شرطين مع بعض في وقت واحد اكبر من او يساوي. اسطر السادس بيقول ل Os 박امور او تساوي. برضو شرطين في وقت واحد. لإما الرقم ده اصغر من نفس الرقم او يسوي نفس الرقم. ده كلها اسمها متغيرات حسابية. ما ننساش انه نعندي متغيرات كمان منطقية. نكمل الجدول. من اول السطر السابع. ده اسمه متغير منطقي. اول سطر عندي. في الناحية اللي مين اللي عمود بيقول لي اند. قلنا اند معناها ايه? بالعربي معناها و. بالجافة علامة النند ازا موجودة قدامنا كده. وده موجودة في قلب الكيبورد. يبقى اند لها علامة زا علامة الوا وبتاخد شكل الاند. الور وده عبارة عن او. باللغة العربية بنسميها او. يعني ايه او بي. الشرط بتاع ايه او بي. انما في الاند لأ بقول ايه و بي. لازم اللي اتنين يكونوا زي بعض. في الور لأ. ده موجود او ده موجود بالعملية صحة. الاند لازم يكون ده موجود. ولازم يكون ده موجود. والور علامتين جنب بعض. الاكس اور وده اعلام زي السبعة زي التمانية. بس موجودة فوق. وكلمة الاكس اور احد الخارجين لو موجود بيطلع لخرج. احد الخارجين موجود بيطلع لخرج. يبقى بسرعة كده تاني العامات المنطقية او العامات الحسابية اللي بسخدمها في عامات المقارنة في القاعدة اف. هم ستة عامات حسابية. وتلاتة عامات منطقية. نبص معهم مع بعض في الجدول. يساوي هي يساوي. بس بتاخد اتنين يساوي جنب بعض. بس بقول عليها الشرط هل يساوي? لا يساوي. بحط علامة تعجب قبل يساوي. اكبر من هي اكبر من. اصغر من هي اصغر من. اكبر من او يساوي ده شرطين في بعض. يعني اكبر من او بيساوي الرقم. اصغر من او بيساوي. وده برضو شرطين في بعض. اصغر من او بيساوي الرقم. وبعدين نخش على المنطقي. وعندي اللي هي علامة الاند موجودة في قلب الكيبورد. وهي موجودة بشفت سبعة. وبعدين عندي قول اند معناها واقي. وكلمة واقي لازم الشرطين يتحققوا. لازم ما اقول ايه اند بي يبقى ايه موجودة? والبي كمان موجودة. ما نفعش واحد موجود واحد لا. امتى واحد موجود واحد لا. في الصد اللي بعضه عطول. اللي هي التعريف المنطقي اور. واور هنا معناها او. لو ده موجود هيطلع لخرج. لو ده مش لو ده موجود هيطلع لخرج اي واحد فيهم. الاكس اور ايهما موجود بيكون في عندي خارج. ايهما موجود بيكون في عندي خارج. ده هيطلع عامات المنطقية بيستخدمها في قاعدة اف. ناخد اول مثال لنا في اف. بيقول المثال بيقول لي ايه? باستخدام اف الشرطية المركبة. اللي هي اف ارز ده ما خدناها من شوية. اكتب او اكتبي برنامج بلغة الجافة لازهار نتيجة طالب في مادة البرمجة. عندي مادة البرمجة عملت فيها امتحان. بقول ايه بقى? قلما بان درجة النجاح في المادة من خمسين درجة. معنى السؤال ايه? معنى السؤال انا عملت امتحان برمجة. الامتحان ده من مية. درجة نرجاح بتاعته من خمسين. فبقول هدخل درجة الطالب. هقول الطالب ده ناجح او راصب. ناجح يعني جاب كم? خمسين او اكتر من خمسين. راصي يبقى قل من كام من خمسين. نبص كده البرنامج بيقول منعمله ازاي? واحدة واحدة كده. نبدأ تاني قلنا السطر رقم واحد واتنين وثلاثة واربعة وخمسة والسطر اتناشة وثلاثتاشر دوت العادي خالص بتاع اي برنامج بلغة الجافة. يبقى سطر واحد ده الدلة الرئاسية بتاعتنا المكتبة الكبيرة بتاعت الجافة امبرت جافة اتنين وده اسم البرنامج. تلاتة بفتح القوز بتاع اسم البرنامج. اربعة الدلة الرئاسية بتاعتنا طبعا ده كلام خلاص بقى بنا بالنسبة لنا. الخمس فطور دول محفوظي. انهم سابتين في اي برنامج جادة. خمسة القوز بتاع مين? بتاع الدلة الرئاسية. نبقى نخش في برنامج بتاعنا. برنامج بيقول لي ايه? انا عندي درجة. الدرجة دي رقم صحيح. ما هوش رقم حقيقي. كلمة رقم صحيح. يعني لازم المتغير والتعريب بتاعه بعرفه عن طريق الرقم الصحيح. اللي هو مين? اللي هو انتجر. اللي هو انت. عشان كده انا فسلت رقم ستة. معرف كيو الدرجة بتاعت انا. ان هي انت. يعني اي رقم هيخش هنا. الدرجة هتخش اللي الطالب هي. هي درجة رقم صحيح. ما فياش علامة مع الشي. يعني ما انفعش اقول تلاتة واربعة من عشر. خمسين وستة من عشر. لا. كل ارقام اللي هتخش ارقام صحيح. السطر سبعة هبدأ اقول له ايه? بخل درجة الطالب. بكتبها ازاي? ناخد بالنا. بقول له ان دي الدرجة دي. مبارة عن انتجر. هي انتجر. بيرس انت. اخد بالك ان دي درجة هدخلها عن طريق حتى المفاتيح. بيرس انت اللي وعملت ادخلها عن طريق حتى المفاتيح. جيو ايبشن بين. شو? خدناها قبل كده. الشؤون بالدالج يعني الدخل بتاعنا. هعمل ايه? هكتب ادخل درجة الطالب. هقول له كده. ادخل درجة الطالب. هيعمل ايه بعد كده هو? هيدخل الدرجة. دخل درجة. ساي زي ما يكون. خمسين ستين سبعين تلاتين. هبدأ اعمل المقارنة. انا قلت المقارنة عندي ايه? الدرجة النجاح من كام? قلنا البرنامج السؤال بيقول النجاح من خمسين. ايبان اعمل شرط هنا. هقول له ايه? ازا كان الطالب ده جاي بخمسين او اكبر من خمسين ناجح. طب لو قال لي من خمسين مش ناجح. يباني احط مين? احط اف الشرطية زي ما اخدناها من شوية. هقول له اف. ست رقم تمانية. اف ما بين قصين بقى الشرط بتاعنا هو. قد درجة الطالب اكبر من مين? خمسين. او بتسوي خمسين. احنا متفقين. ليه اكبر من او بتسوي خمسين اتفقنا? النجاح من كام? من خمسين. الطالب جاب خمسين نجح. طب جاب واحد وخمسين نجح. عشان كده قلت الشرط ايه? ازا كان اف كيو درجة الطالب اكبر من او بتسوي خمسين ابي الطالب ده ما له ناجح. متفقين. السطر التالي لاف هو السطر الصحيح. او هو الاختيار الصحيح. فمعنى كيو ده او درجة الطالب اكبر من بتسوي خمسين يعني ناجح. هتلاقي سطر رقم تسع على طول. جي اوبشن بين. شو ماسيج دايولوج نال. الو المربح الصندوق اللي رايكون في منتصف الصفحة. الطالب ده ماله? ده جاب خمسين. او اكبر. يبقى ناجح ولا راسب? يبقى ناجح. هكتب ان الطالب ده ناجح. يبقى السطر تمانية قاعدة اف. وهنا الشرط مزدوج. بقول له ايه? ايه? درجة الطالب دي اكبر من خمسين. او بتسوي خمسين. يبقى السطر اللي بعده سطر الصواب اللي هو الصحيح. يعني الشرط اتحقق. اتحقق يعني ايه? يعني الطالب فعلا ناجح. فكتبت في سطر رقم تسعة. يجي اوبشن بين. شو ماسيج دايولوج. مربح الحواري بتاعتنا بتاع الخارج. ونالقونا في منتصف الصفحة. ناجح. انا الطالب ده ناجح. الله. طب ده السطر لو الطالب ناجح. يعني اجابة من خمسين. طب لو قل من خمسين. يبقى انا عندي كده اجابة تانية. يبقى ما اعمل كلمة ايه? ما ننساش. ايه برافع عليكم. بنعمل كلمة ايه? احنا قلنا اف. عند قاعدتين. لو هي الصح بس. بكتب اف والشرط بتاعنا والبنامج ويخلص على كده. الله. لو عندي حاجتين زي موجود في بنامج عندنا كده. بقول حاجتين. اف الاوانية. قلت لو صواب. نكتب لي جملة ناجح. طب لو مش صواب. يعني الطالب ده ما نجحش. يبقى بكتب جملة ارس واقول ان الطالب ده راسب في الانتحاد. راسب ليه? لانه اجابة اقل لي من كام? قال لي من خمسين. مين قال لي اجابة اقل لي من خمسين? الدرجة. والشرط اللي انا حطيته انه قلت له فيه لو الدرجة بتاعتك اكبر من او بتسوي خمسين. اكتب اللي انت ناجح. لو الدرجة بتاعتك يقل لي من خمسين يبقى انت مين? راسب. نكمل مع بعض البرنامج. في السطر رقم عشرة. يبقى بعدها مين بقى? الخطأ بتاعنا بقى. اللي هو ايه? الطالب ده ما 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 نجحش. ما نجحش ليه? لانه جابة اقل لي من خمسين. يبقى السطر احداشر. جي اوبشن بين. شو ماسج ديالوج. اللي هم ربقى الحوار النار اللي موجود في المنتصف الصفحة. هكتب جملة راسب. عشان طالب اقل لي من خمسين. سطر اتناشر بقى في القوز بتاع تلاتة. وسطر اتناشر بقى في القوز بتاع خمسة. ده البرنامج على مباشر على قاعدة اف. ان الطالب لو جاي بدرجة الامتحان نصف درجة نجح. لو اقل لي من نصف درجة يبقى راسب. نقول لبرنامج دهنا بسرعة عشان نفهمه. الاول البرنامج كان بيقول لي ايه? البرنامج كان بيقول انا عندي درجة امتحان لمادة البرمجة. الدرجة من مية. النجاح بتاعي من خمسين. بقول ازا الطالب جاب خمسين او اكتر فالطالب ناجح. الطالب جاب بقل لي من خمسين فالطالب راسب. نبدأ كتبنا البرنامج ونصف رقم واحد. ده المكتبة العامة بتاعت الجافا. امبورت جافا السوينج جي اوبشن بين. السطر رقم اتنين. وده اسم البرنامج. تلاتة. بفتح القوز بتاع او بتاع اسم البرنامج. اربعة. ده الدلار رئيسية. خمسة قوس الدلار رئيسية. من اول ستة ابدأ بنامج بتاعنا. انا دخلت كيو اللي هي درجة الطالب بما ان انا بدخلها رقم صحيح. فعرفت اللي هو انت او انتجر. فعرفت انت كيو. يعني الرقم ده رقم صحيح اللي هيخش. بقول كيو عبارة عن ايه? كيو ادخلها عن طريق الكيبورد. فقلت السطرة سبعة. ده سطر الادخال عن طريق الكيبورد. او لوحة المفاتيح يعني. سبعة كيو. بتساوي انتجر. بيرس انت. بيرس انت يعني ده باكد ان الكيبورد هتدخل رقم انتجر. رقم صحيح بدون علامة عشرية. جي اوبشن بين. شو ام بالدولد. مربح وراء للادخال. هكتب فقل بي ايه? ادخل درجة الطالب. هكتب لك كده. ادخل درجة الطالب. هبدأ ادخل الدرجة. الدرجة زي ما تكون. بحط الشرط بتاعها لها تمانية. اف الدرجة بتاعتك دي ليا كيو. اكبر من او بتساوي خمسين. ليا درجة النجاح. اكبر من اكبر منها وبتساويها بتضرب طالب ناجح. يبقى السطري التاني مباشرة الطالب ناجح. فاقول رقم تسعة. جي اوبشن بين شو مازج ديالوج. نال. الطالب ده ناجح. طب لو مش ناجح. يبقى نطبق قاعة الف. الف. الطالب ده ما 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 نجحش في الامتحان. يعني حداشر. جي اوبشن بين شو ديالوج مازج نال. راسي بالطالب ده. راسب. وكده افن القوس الاولاني بتاعصات رقم تلاتة. وقوس ساني بتاعصات رقم خمسة. ده برنامج مباشر على قاعدة اف. في درجة الامتحان. ممكن ناخد برنامج كمان تطبيق لقاعدة اف. نشوف مع بعض. ناخد بس انداتك البرنامج ده. البرنامج بيقول لي ايه? ادخل درجة الطالب زي ما اتفقنا في السطر رقم سبعة. اه دخل درجة خمسين مسلا. ممكن واحد يقول لي كتب ستين واحد يكتب سبعين. واحد يجيب تمانية واربعين. خمسين ده ايه? خمسين ده بحق الشرط. انه شرط ست رقم تمانية. خمسين دي كيوب تسوي خمسين. يعني الطالب ناجح. يعني وفوض الحل بتاعه هنا يبقى ايه? يبقى ناجح. نبص على الخارج كده? او كتب ايه? ناجح. عشان الطالب جايب خمسين. ده اول برنامج عندنا على قاعدة اف. ناخد مثال كمان على قاعدة اف. المثال بيقول باستخدام اف الشرطية المتدخلة. يعني اف ايلس. اكتب برنامج. بلغة اجابة لاختبار عدد صحيح يتم ادخاله من لوحة المفاتيح. يعني ادخل عدد صحيح. كلم عدد صحيح يعني رقم بدون علامة عشرية. الرقم ده هقول يبقى عليه هل هو موجب او سالب او صفر. رقم نادخله ده. هو موجب او سالب او صفر. يبقى المنامج عايز مني ايه? اعاوز ادخل رقم صحيح. كلمة رقم صحيح. يعني انا اعرف ان رقم ده انت. السؤال واضح هو. اعرف ان الرقم ده انت او العدد ده انت. وبعدنا ابدأ احط الشروطي. انا عاوز ايه? اشوف الرقم ده موجب. ولا رقم ده سالب. ولا رقم ده بيساوي صفر. نبص على البرنامج مع بعض. السطر الرقم واحد. وده جافا اكس. جي اوبشن بين. وده السطر بتاع الدلة او المكتبة الكبيرة بتاعت الجافا. اتنين اسم البرنامج. انا كل مرة بعيد الكلام بتاع الوعات الجافا. الى خمس سطور السابتة. عشان قولنا خمس سطور دول ما يتنسوش. مفهود ان بحافظنا مع طول. فاي برنامج هيكتبه معنا. واحد الدلة كبيرة المكتبة كبيرة اتنين اسم البرنامج وانا نحط اي اسم مشتازم تلاتة القوز بتاع اسم البرنامج. اربعة الدلة الرئيسية خمسة القوز بتاع الدلة الرئيسية. نبدأ البرنامج بتاعنا. احنا انتفقنا البرنامج ده هندخل رقم صحيح. يعني رقم بدون علامة عشرية. عشان كده عملنا ايه? عرفنا ان الرقم ده يعني الرقم اللي انت هتدخله رقم صحيح. رقم بدون علامة عشرية. السطر سبعة هندخله عن طريق مين? لوحة المفاتيح. عندما بدخل عن طريق المفاتيح لازم اقول له كده. بقول له ازاي? رقم سطر سبعة بيقول لي كيو بتساوي انتجر بيرس انت. يعني هندخل عن طريق لوحة المفاتيح. وبأكد انه انتجر اهو يعني رقم صحيح بدون علامة عشرية. جي اوبشن بين شو انبوت ديالوج. يعني شوف الادخال بتاعه قبارة عن ايه? الادخال بيقول لي ادخل العدد المراد اختباره. المحور بيقول لي ايه? ادخل العدد المراد اختباره. العدد هنا هيكون رقم صحيح زي ما عرفنا احنا انت نبدأ نبدأ نحط الشيء بتاعتنا في قاعدة ايف. الشرط الاولان. بيقول لي ايف? الشرط بيقول لي ايه? كيو اكبر من زير. كيو اكبر من زيرو. وانا بقول ده موجب ولا سالب ولا صفر. اكبر من موجب ده يبقى ايه? يبقى موجب ولا يبقى سالب ولا يبقى صفر. نفكر مع بعض ان الرقم اللي موجب هو الرقم الاكبر من الصفر. الرقم السالب هو رقم اللي اقل من الصفر الصفر طبعا هو صفر. يبقى ماذا احط الشرط بتاع الاولاني هنا اكبر من الصفر يقصد هنا ان العدد ده او الرقم ده عدد او رقم موجب. يعني هيكتب كلمة موجب. يبقى اكبر من الصفر. لو الشرط اتحقق هو السطر التالي وباشرة. لو سطر تتعرفية تمانية السطر اللي بعض هو عطل رقم تسعة وده السطر التالي ده جملة الصواب او جملة الصحيحة. ازا كان الرقم اكبر من صفر يبقى رقم ده موجب. فبص تسعة بيقول لي ايه? جي اوبشن بين شو مسج ديالوج. يعني ايه قلنا ده جملة الخارج. وده مربح واري. نال في منتصف الصفحة. هيقول لي ده ايه? موجب هو. الرقم ده موجب. انا عرفت ان الرقم ده موجب لان انا بدخل الرقم اكبر من الصفر. طيب ده الشرط الاولان. لو اكبر من الصفر. فقلنا ده موجب. طب لو ده بيسوي صفر. يكتب ايه? يكتب صفر. طب نحط الشرط. هنحط الشرط باف. اتفقنا. ادام عندي كزا خارج. كزا رقم. كزا حاجة غلط. بحط قبلها كلمة. حلو برافو عليكم. ناخد بالنا مكسد كويس قوي. انا معندي اف المتلاخلة. يبقى الشرط الاولاني. الصح بتاعه بيتكتب عادي خالص. الخطأ بكتب قبله كلمة. فانا قلت. الف سطر رقم عشرة. الف كيو هل تساوي صفر? يعني هل الرقم اللي انت بدخله ده بيتساوي صفر? لو بيتساوي صفر هتطلع خارج انه بيتساوي صفر. كيف لا بيتساويش? انا خدت الاول في الشرط التمانية. النموج. خلاص خلصت منه اكبر من صفر. الله. الشرط التاني هل هو بيتساوي صفر? طب ماشي. بيتساوي صفر. هيطلع صفر. لو بيتساويش. نشوف لو بيتساويش هيساوي ايه? سطر عشرة. الف كيو هل تساوي صفر? وانا يساوي في المقارنة. بكتب اتنين يساوي جنب بعض. يبقى الرقم ده بيتساوي صفر. يبقى سطر احداشر. جي اوبشن بين. شو ميسج ديالوج. مربح حواري. نال في نفس في نفس في نص الصفحة. واكتب جملة صفر. يعني الرقم ده بيتساوي صفر. خدت شرط ايه? الله. طب لو هو موجب ولا هو صفر. يبقى مين? يبقى ده يكون اقل من كام? اقل من الصفر. يعني ده ايه? سالب. احط الشرط على طول? لا. ادم عندي كزا جملة اف لازم احط قبلها كلمة الس. بنركز يا جماعة في الكلام ده عشان جامعة. الكلام ده مهم جدا. ادم عندي كزا اف مع بعض في البرنامج لازم احط قبلها الس. لو عندي كزا اختيار خاطئ لازم احط قبلها الس. فالسط رقم اتناشر بيقول لي ايه بقى? الس اف اكيو اقلم زيرو. يعني الرقم اللي انت هتدخله ده. قال لي من الصفر. يبقى ايه? احنا قولنا قبل من صفر ايه بقى موجب. بيصق صفر يعني صفر. قال لي من الصفر يبقى ايه? ايه برابا عليكو. يبقى الرقم ده او العدد ده سالب. فالسطر التاشر بيقول لي ايه? جي اوبشن بين. شو ميسج دايالوج. نبقى الحوار اللي في النص لو كلمة اتنال. اكتر من ده ايه? سالب. بتحقق كده الشرط التالت. بقى كده فلنا قوس اربعة عشر مع تلاتة وخم عشر مع خمسة. نجعل البرنامج تاني. البرنامج اصلا كان بيقول لي ايه? البرنامج كان بيقول سيادتك عندك رقم صحيح او عدد صحيح. هتدخله عن طريق لوحة المفاتيح. العدد ده او الرقم ده هتبدأ تعمل له عملية مقارنة. مقارنة اللي هي انا عاوز منه ايه? عاوز اقول الرقم اللي انت هتدخله ده موجب. او رقم اللي انت هتدخله ده سالب. او رقم اللي انت دخله ده بيصوصف. يعني ايه? يعني واحد هتدخل لي موجب تلاتة. انا عاوز يقول البرنامج ان الرقم ده موجب. واحد هتدخل سالب اتناشر. انا عاوز البرنامج يقول ان الرقم ده سالب. واحد هتدخل صفر. انا عاوز البرنامج يقول ان ده صفر. الله. ده من اقولت? ده هيدخل صفر. هيدخل موجب. هيدخل سالب. معنى الكلام ده ايه? ان انا عندي مقارنة اهو. مقارنة عشان اطلع موجب. ومقارنة عشان اطلع صفر. ومقارنة عشان اطلع سالب. بعمل المقارنة عن طريق مين? عن طريق قاعدة اف. بما انها مش مقارنة واحدة مقارنتين او تلاتة. اقصى حاجة عندي في اف تلاتة مقارنات على فكرة. بما عندي مقارتين او تلاتة. فلازم احط اف معها ايلس ومعها ايلس عشان اقارن. نبص على البرنامج مع بعض. نرجع تاني مع بعض مرة واحدة على السريع. قلنا في صد رقم واحد في البرنامج. وده المكتبة العامة بتاعت الجافا. جافا سوينج جي اوبشن بين. الصد رقم اتنين في البرنامج اسم البرنامج. وبعدين سات رقم تلاتة. مع بعض في برنامج سات رقم اربعة. وده الدلة الرئاسية. وده الدلة الرئاسية بتاعتنا. خمسة افتح القوز باتاعة الدلة الرئاسية. بعده بكرر تاني ان الخمس صطور اللي draftain قدامنا دول. الخمس صطور خمس صطور اساسيين. موجودين في اي برنامج جافا. البرنامج يبدأ من الصدق رقم كم اي برنامج في الجافة هيبدأ من الصدق رقم 6 زي ما بيين قدام نحنا كده في الشاشة 6 int q يعني الرقم اللي انت معرفه ده رقم int رقم صحيح ليه رقم صحيح لان البرنامج قال لي كده قال لي دخل رقم صحيح فلاجم معرف الرقم ده ان رقم صحيح فقلت int q وبعدين ابدأ ادخله عن طريق الكيبورد فقلت رقم 7 q انتجر عرفته انتجر يعني اتخلوا عن طلوحة المفاتيح هتكتب ايه عشان يدخلوا عن طلوحة المفاتيح هتكتب ادخل العدد المراد اختباره هتكتب ايه ادخل العدد المراد اختباره مجب خمسة سالب اتناشر صفر مجب متن وخمسين دخلت الرقم بتاعك تبدأ تعمل عملية المقارنة نصط رقم تمانية بقول له اكيو اكبر من الزيرو ده اول شرطة عندنا الرقم ده مجب من الاخر يعني رقم ده مجب عرفت منين من اكبر من الزيرو فبقول له هل رقم اللي تدخلت ده اكبر من زيرو لو اه يعني لا صحيح ننزل مباشرة للصط رقم تسعة تسعة بيقول لي ايه جي اوب شنبين شو ميسج دايالوج نال الرقم ده ايه اكبر من صفر يعني ايه يعني مجب ستة يعني موجب اتناشر. يعني موجب متين. يعني موجب خمسمية. يعني كلمة موجب. يبال رقم ده موجب. عش كده عملنا افضل رقم تسعة. كتبنا كلمة موجب. وما ننساش. اي جملة بتتكتب عشان تطلع على الصفحة الشاشة قدامنا تكتب باسمها. بحطها ما بين علامتين تنصيص. فتلاقي موجب موجودة بين علامتين تنصيص. ادخل على دموقات اختواره بين علامتين تنصيص. يبقى تسعة كلمة موجب. الله. طب لو شرط اتحقق بتاع تمانية وصلت للتسعة. تم ما اتحققش. اروح للسط رقم عشرة. في مقارنة تاني. قدام في مقارنة تانية. بنحط كلمة. فبقول له الف المقارنة التانية هنا. هل بتساوي زيرو? يعني الرقم انت دخلته ده. الرقم الصحيح ده. بتساوي زيرو. لو اه ننزل للسط رقم حداشر. طب لو اه يعني ايه? يعني رقم ده زير. انت يكتب ده صفر. فرقم حداشر بيقول لي كده فعلا. حداشر بيقول لي ايه? جي اوبشن بين. اللي هي شكل الخارج. شو مربع الحوار من الف المنتصف. صفر. انا اكد ان صفة هتتكتب. اعرف منين هتتكتب. لما حطوط ما بين علامتين تنصيص. طيب. هي ولا موجب ولا صفر. طبية سالم. يبقى لازم احط شرط تالت. اللي وسط رقم اتناشر. اتناشر بتقول لي ايه? بتقول لي ان الرقم بتاعك ده الصحيح ده اقل من صفر. يعني انت مدخل سالب خمستاشر. مدخل سالب مية. سالب ميتين. سالب اربعتاشر. انت قلت سالب او. يعني انا هكتب هنا كلمة ايه? سالب. برافو عليكم. با انا هكتب لقم كلمة سالب. يبقى سطرة تلاتاشر. شو مزيج ديالوج نال. سالب بين علامتين تنصيص. كده انا طبقت قاعدتين في اف. واخد تعليم برنامجين. اف الاولانية وان اف الشرط بتاعتنا خالص. ودي جملة هادية خالص. اف بعدها الشرط الصحيح. غلط خلاص بيطلقاته المنظوم انتابي نسبالي ودي فيها جملة واحدة بس او شرط واحد بس ما فيهوش كلمة الف. اف التانية او الجملة شرط الاف التانية بتاعتنا ودي بيكون فيها اكتر من مقارنة. او اكتر من صدت غلط. بعمل في ايه? بحط اف لو صح. لو غلط بحط كلمة الف. لو في مقارنة تانية بحط ايلس اف. مقارنة تالتة بحط ايلس اف. واتفقنا ان اكبر حاجة في اف هي عملت تلات مقارنات. ايه ده? طب لو انا عندي اربعة مقارنات. لو عندي خمس مقارنات. لو عندي ست مقارنات. اعمل ايه? لا. هنا اخد بالي بقى. انا قلت في الاول خالص ان في جملة الاختيار بتاعتنا او جملة المقارنات انا عندي نوعين. لما اف لما حاجة تانية اسمها سويتش كيس. اف باستخدم ما يمتع? باستخدمها في حالة اما تكون المقارنة ما بين مقارنة او اتنين. اكتر حاجة اكتر حاجة اعملها تاعت مقارنات زي ما اخدنا في برنامج اللي فات بالزبط. الله? طب عندي اربعة مقارنات. عندي اعمل مرة جامعة ومرة طرح ومرة ضرب ومرة اسمها ومرة بقى لا اسمها. ده كده كان مقارنة. خمسة. انفع اف? لأ طبعا. كده الكلام هيكتر معاني اول. هل في ميرنة عن اف? اه. في جملة سويتش كيس. ودي صيغة تانية لصيغة الاختيار او صيغة المقارنات. باستخدمها اما يكون عند المقارنات اكتر من ثلاثة. نبص مع بعض كده جملة سويتش. باستخدم يمتع جملة سويتش باستخدمها هوق ياتب انا هوق. تستخدم عند زيادة احتمالية المقارنة. ده اكثر من ثلاثة احتمالات. هل سويتش لها صيغة عامة? زي اف? اه طبعا لها صيغة عامة. نبص مع بعض. الصيغة العامة لسويتش. الصيغة بتقول لي ايه? اول سطر بتكتب وناخد بالنا السطر ده رقم كام? ده رقم ستة. لان اي برنامج في اول خمس طور بتقول برنامج الجاب سبتي. السطر رقم ستة هيبدأ معايا لسويتش. او سبع حسب البرنامج. لكن ببدأ البرنامج بمسط رقم ستة. نيجي هنا الصيغة العامة لسويتش. السويتش بحط بعدها على طول اللي هو المتغير اللي عندي اللي انا عام في المقارنات يعني. وبعدين افتح لسويتش. يبقى سويتش ليها كوس. البابل كلاس كان ليها كوس. الفويد مين ليها كوس ناخد بالنا. هنا سويتش برضي ليها كوس. وكان الف برضي ليها كوس. يعني الاحتمال الاولاني. جملة بتاعته ايه? يبقى اخد بالنا سويتش بحط بعدها الفاريوب على طول. المتغير بتاعنا على طول. كما اللي انا عاوز دي اجربها. ازاي دي اتضار بالجمع على الطرح. زي ما ناخد في برنامج كمان شوية. افتح كوس السويتش. اول حاجة عندي بتقابلني كيس فاليو. كيس فاليو الحالة للقيمة رقم واحد. يعني اول مقارنة عندك. ايه جملتها? اتحط. خلصت اول مقارنة بكتب بريك. اخد بالنا كويس او بقى يبقى سويتش هنا. بتاخد جملة كيس. وبعدين بريك. كيس معناها الحالة. حالة رقم واحد. حالة رقم اتنين. حالة يعني المقارنة الاولى. المقارنة التانية. المقارنة التالتة. فكل مقارنة بتخلص. لازم اعمل كلمة بريك. لازم اخرج من المقارنة. مخرج عن مقارنة عن طريق كلمة بريك. يبقى كيس وان. الستمانت وان در جملة رقم واحد. بريك. خلصت الجملة الاولى. نجي لكيس لاولى البريك. الحالة التانية او المقارنة التانية. باخد معا in government 2 الجملة التانية. بعدين بريك. خرج من من الكيس او الحالة رقم اتنين. خرج من المقارنة queda. بعدين ال been values 3. يعني الحالة رقم تلاتة. الستمانت 30 جملة رقم تلاتة. هتكلم عن ايه. هنعرف. عملت جملة رقم تلاتة. احمل يعني خرجت من خرجت من المقارنة التالتة. بكمل مقارنة على كده. طب خلصت كل المقارنة. خلصت كل المقارنة. لازم اكتب كلمة ديفولت. ديفولت دي معناها انا انتهيت من الكساب بتاعتنا او انتهيت من الحالات بتاعتنا بتاعته المقارنة. كده يبقى جملة خلصة. نقول تاني. او المتغير او المقارنة اللي انا عملها. وافتح قوس عبارة عن حالات. عبارة عن مقارنة. المقارنة بنسميها حالات. بنسميها case. كل المقارنة بتنتهي. لازم تنتهي بكلمة break. خلص المقارنة كلها. بننتهي بكلمة default. ايبان عندي. لو الحالة الاولى بكتب case value one. الكلمة الاولى للحالة او للمقارنة. وبعدين الجملة الاولة. بعدين break. خرجت من اول حال. تانية case value two. يعني الحالة رقم اتنين. المقارنة رقم اتنين. بعدين الجملة بتاعت statement two. بعدين لازم اخرج. بكرم كلمة break. الحالة التالتة. case value three. واخرج جملة بتاعتي واخرج منها كلمة عندي حلالة رابعة كيس فور السيمينت فور اللي هي الجملة رقم اربعة بعدين طيب انا خلص انا خلصت خلاص بقول ايه جملة خلصت خلص بقول جملة دفولت يبصي غالعامة السويتش السويتش وبعدين كوس الكساب بتاعتنا او الحالة بتاعتنا واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين دفولت خلصت خالص كيس بقول دفولت كده انا خلصت عملية السويتش يبقى انا بقول تاني عشان افرق بين اف وسويتش الاف عملية مقارنة ما بين رقمين او متغيرين او اكسر اكسر حاجة عن تلاتة مقارنات عن طريق حرف او كلمة لو اكتر من مقارنة مقارنة واحدة بس هي اف واحدة مش اكتر من كده لو انا بتكلم على اكتر من مقارنة اكتر من احتمال عندي جامعة وطارح وضربة واسمة باخت كلمة سويتش قلنا سويتش دي عبارة عن حالات مقارنات فيها كيس وان وكيس تو وكيس ري وكيس فور وكيس فايل زي ما انا عايز وكل كيس بكتبها لازم انهيها بكلمة بريك كيس وان بخلصها بريك كيس تو بخلصها بريك كيس ري بريك خلصت الكيسات اللي عندي كلها بكتب كلمة دفولت وبكده يبقى ان شاء الله هنا حلقة النهاردة من برنامج الجافة درس النهاردة يا رب تكون وسط المعلوم على قد ما نقدر وشكرا لكم ونتقابل ان شاء الله في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته